اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تذوب كل هذه الحواجز تتكسر كل هذه الموانع ويصبح من حق كل طرف أن يستمتع بالآخر هذا هو المشهد الأول أنه مشهد أجمل مراحل الحياة الزوجية لكن أيضا على النقص تماما أن الشق الآخر أن السنة الأولى من الزواج أيضا تعتبر من أخطر مراحل الحياة الزوجية على الإطلاق لذلك إذا رجعنا إلى معدلات الطلاق في المجتمعات العربية قاطبة نجد أن 50% ما قبل الدخول و50% ما بعد الدخول ما بعد الزواج 40% من أصل 50% يكون في السنة الأولى من الزواج نعم هناك أسباب كثيرة ربما المجال يتسعى أن نتحدث عنها في هذا المقام لكن من أهمها أنه ربما الزوجان أو الخطيبين غير متفهمين إلى موضوع الزواج على سبيل المثل سألنا الشاب لماذا تزوج يقول لك يريد أن أكمل ديني يريد أن أغض بصري أن أحفظ فرجي ربما هذه معاني أساسية ولكن هناك معاني البناء معاني الاستقرار معاني الرخاء التي ملقاة على عاتق كل من الزوج والزوجة في موضوع البناء الأسري السعيب من الزوجة يعني هذه نقطة جدا مهمة دكتور عمران أنه كثير من شبابنا وشاباتنا لا يعوم ما هو الزواج الفكرة عند البنات ممكن يوم جميل وحفلة وفستان أبيض وبيت إلها لحالها ونفس الشيء للشباب استقرار وبيت وممكن استقلالية عن العائلة فمفهوم الزواج كيف ممكن بداية أن نوعي جميع الشباب والشابات بما هو الزواج الزواج أكبر من هذه المفاهيم وأكبر من هذه الصور القرآن الكريم إذا رجعنا إلى التربية الدينية عند المجتمعات العربية والإسلامية عندما تحدث عن موضوع الزواج وعقل الزواج قال واخذنا منكم ميثاقا غليظة فمشروع الزواج أنا أعتبره أخطر مشاريع التي تواجه الشاب على وجه الأرض يعني يعني الإنسان إذا فشل في أي مشروع تجاري أي استثماري أو علمي باستطاعته أن يعوض أن يدرس في جامعة أخرى أن يجرب تجربة أخرى وينجح في هذا المشروع لكن مشروع الزواج أنا برايه أنه غير قابل لكل التجارب لأن مشروع الزواج إذا فشلت الفشل لا يترتب على الشخص ذاته وإنما هناك أبعاد يعني تتجاوز الزوجين الخطيبين الشركين تتجاوز الأهالي والأقرباء ربما تتسع أكثر إلى دائرة المجتمع لذلك أنا أعود إلى الفكرة التي ذكرتها أن هناك سوء فهم إلى موضوع الزواج كثير من الشباب يظن أن موضوع الزواج هي علاقات ثنائية شرعية علاقات جنسية استمتاع كل منهما بالآخر ولكن يغيب عن الذهن أن الزوج وأن الزوجة إنتزام ومسؤولية هي إنتزام ومسؤولية تجاه المجتمع تجاه الأبناء تجاه الأسرة إذا كان هناك خلل في الإدارة البيتية الإدارة الأسرية ينعكس هذا الخلل على المجتمع بشكل عام نعم نتحدث الآن عن فترة الخطوبة أيضا نتحدث يعني إحنا اليوم عن سنة أولى زواج حديثنا ولكن أيضا فترة الخطوبة لها دور في أن يتعرف كل من الطرفين على الآخر كل من الشركين على الآخر ولكن دائما نحكي فترة الخطوبة فيها تمثيل كبير بيكون من قبل يعني من الأحلام فترة الخطوبة وتنسج أحلام عديدة لفترة ما بعد الزواج ما أهمية فترة الخطوبة والتعرف على الشريك وكل صفاته وطبائعه في هذه الفترة أنا برأيي أن فترة الخطوبة ليست فترة تعرف برأيي شخصي نعم فترة التعرف تكون ما قبل الخطوبة وما قبل عقد القران فترة الخطوبة هي فترة بناء تعرف استقرار وضع خطوط عريضة إلى الحياة الزوجية فترة الخطوبة أنا شبهها الآن بمثابة الإطار النظري إلى أي تخصص علمي أو بحثي في الدراسات الإنسانية والعلمية التخصص النظري ربما عندما يذهب المتعلم أو المهندس أو الطبيب إلى التطبيق العملي يجد أن هناك كثير من الحسابات والمشكلات التي تواجهوا ولم يأخذها في التطبيق النظري فترة الخطوبة كما أشرت وذكرت هي فترة مجاملات ليس فيها خداع مقصود وإنما من طبيعة الخطيب والخطيبة أن يجمل كل منهما الصورة تلقاء الآخر أن يقدم أفضل ما عندهم من حيث اللباس من حيث الكلام من حيث الاتكيت من حيث كثير من جوانب الحياة ولكن بعد فترة الخطوبة بعد مشروع الزواج تبدأ تعود الأمور إلى أصولها والشاب إلى أصله والفتاة إلى طبيعتها السلوكية من حيث اللباس من حيث الماكل من حيث المشرب من حيث الاجتماعيات لذلك ما الذي يحدث عندما تتكشف أو لا ريد أن تكون تكشف تقول تعود الأمور إلى طبيعتها يتهم كل منهما الآخر يقول قد سقطت أوراق الحب وظهر الخداع أنا برأيي ليس هناك تساقط الأوراق الحب ولا ذهاب للرومانسية التي كانت متعودان عليها في فترة الخطوبة وإنما هي عودة أصيلة وطبيعية إلى كل منهما للآخر لأنه هو الذي يبادر بالمجاملات في فترة الخطوبة لذلك أنا أعتبر أن فترة الخطوبة هي فترة تعرف فترة بناء ثقة حتى نبني هذه الأسرة السعيدة بإذن الله عز وجل بعد مشروع الزواج نعم ربما حتى الكثير منهم بيكونوا بيرفع طموحاته أنه شركة الحياة بيكون واحد اتنين ثلاثة واربعة واني هي بتكون حبوبة ولطيفة بتعمل إليشتي حتى يمكن تنسج للأسف الزوجة حنا أنها تجي عندك أنها شغالة عندها أكبر الأخطاء التي تواجه الشركين الخطيبين رفع السقف الطموحات لأنك عندما تواجه أي صدمة بعد الحياة الزوجية تكون صدمة قهربائية للزوج أو للزوجة أنه ليس هذا ما تمنى وليس هذا الذي عرفته وليس هذا فارس الحلام الذي كنت أتمنى شريكا لحياتنا نعم هو دائما كلما كانت التوقعات عالية وسق التوقعاتنا عالية كلما كانت الصدمة أكبر كلما كانت صدمة أكبر ونتائج كارثية أكثر كانت على الحياة الزوجية بين الشركين نعم إذن لو تكلمنا إذن بما أنه حينا نفرض أنه بما أنه عدم أزواج جدد يفترض أنه في دور فعال من الأهل الإيجابي أنهم يقدروا يحلهم خلينا نتكلم عن الدور الإيجابي ما هو الدور الإيجابي يفترض أنه يعملوه الأباء والأمهات مع هذول المتزوجين الجدد حتى من قبل فترة الزواج يعني يبنوا أفكار يوجهوهم من البداية ما هو يفترض أنه الدور اللي يقوم به حتى أجيب على هذا التساؤل وهو تساؤل جريء وصريح ومهم في هذه اللقاء حتى أجيب على هذا التساؤل نزاما علينا أن نعيد نفصل أسباب الطلاق في المجتمع العربي والإسلامي نعم طبعا إذا رجعنا أسباب الطلاق نجد أن هناك 2.5% أسباب التفاوت أو الضغط الاقتصادي على الأسرة 2.5% ربما البعد الثقافي والاجتماعي بين الشركين هناك 3.5% إلى 4% سوء استخدام التواصل الاجتماعي يعني أرقام بسيطة لكن الرقم المخيف أن هناك 85% من حالات الطلاق في المجتمع الفلسطيني سببها تدخل الأهالي ربما يعني يكون التدخل غير مقصود نعم ربما حتى عندنا في اليمن قد معمم هذه النسبة بالوطن العربي كامل لذلك أنا أحصر تدخل أهالي كالجمهور كرة القدم كما لا يحق لجمهور كرة القدم أن ينزل الملعب واتدخل في مجريات المباراة دور الجمهور أن يبقى مساند أن يبقى داعم أن يبقى مؤازر لفريقه مشجع له حتى يفوز بهذه المباراة أحصر أيضا تدخل أهالي كمدرب فريق كرة القدم أو أي فريق رياضي أنه يجب علي أن يتابع مجريات المباراة خارج الملعب حتى إذا شعر أن هناك خروج لمباراة عن مجرياتها يعطي توجيهات واضحة ولا يحق له أن يتدخل تدخل واضح وصريح في مجريات الملعب لذلك نصيحة للأهالي أولا الأولياء الأمور إياك أن تتدخل بشكل مباشر في مجريات الحياة الزوجية بين الشريكين كما كنت لا تسمح يعني عود 20 سنة و30 سنة للوراء كما كنت لا تسمح لأبيك أو أمك أو حماك أن تدخل في شؤونك أيضا لا تسمح لنفسك أن تدخل في حياة زوجية لولدك وابنك افسح المجال لهم أن يتعلموا من تجاربهم وخبراتهم حتى ونحصن خلاف ومشاكل ومطبات فيما بينهم إلا أنهم بإذن الله عز وجل قادرون عليها بتوجيهاتك بنصحك بخبرتك وعتم التدخل المباشر في مجريات الحياة الزوجية يعني يكتصر الموضع فقط على حكم يعني أنه فقط يحكم بحالة إيجابية يكون فقط نصح أنت يجب أن تكون محكم ناجح ومع صح الخبرة هي أساسيات الحكم الناجح التجربة أساسيات الحكم الناجح وليس الزواج هناك كثير من الأزواج الذين تزوجون عشرين سنة وثلاثين سنة ولا يدركون أي خبرة ولا يتعلمون أي فن من فنون نجاح الحياة الزوجية إذا يجب عليك أن تكون أب ناجح ومحكم ناجح حتى تدير ملعب المباراة بين الزوج والزوجة في بناء العلاقات الأسرية نعم بالعودة الآن إلى ممكن أبرز المشاكل في سنة أولى زواجنا نسميها ما هي أبرز المشاكل التي يقع فيها الزوج والزوجة في هذه السنة؟ أبرز المشاكل التي يقع فيها الزوج والزوجة هي عدم تفاهم كل مهم من الآخر كما أشرنا سابقا في بداية اللقاء أن فترة الخطوبة انقضت في فترة المجاملات فترة إظهار أجمل ما لدي من محاسن صوري وأخلاقي وسلوكي بعد الزواج عندما تتكشف ويعود كما كنا الأمور إلى طبيعتها للشاب والفتاة يظن أو يدخل الشاكل للشاب أو للفتاة أن هناك كان خداع متعمد وليس هناك خداع متعمد طبعا عند الفتاة ولا عند الشاب وإنما هي طبيعة الشاب والفتاة التي تعمد أن يخفيها في فترة الخطوبة لذلك نصيحة للشباب المتزوجون الجدد والمقبلون على الزواج أن يكون هناك ساعة صدر أن يكون هناك تفهم أن يكون هناك وعي إلى خطورة المرحلة المقبلين عليها لأنه إذا تجوزنا السنة الأولى أو السنتين الأولين من الزواج أقول نحن بإذن الله عز وجل قادرون على أن ندهير حياة زوجية سعيدة وأبدية بإذن الله عز وجل نعم ربما بعض الأشخاص أو بعض المتزوجين الجدد الذكور أقصد أنه يعول المشاكل التي تحصل إلى جهل الزوجة بحاجاته ربما العاطفية ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا أشكرك على هذا التوصيف عندما قلت الجهل طبعا جهل هو غير متعمد طبعا علم المرأة بطبيعة الرجل وفترة الرجل هو جزء أساسي من استقرار الحياة الزوجية هناك ما يسمى بالعلم الحديث الدورة العاطفية عند الرجل وهو التي تشبه تماما الدورة الشهرية التي تصاحب المرأة مع اختلاف الفترة الزمنية الدورة الشهرية عند المرأة تتجوز عشر أيام أو أسبوعين عند بعض النساء على وجه الخصوص لكن الدورة العاطفية عند الرجل تصل من ثلاث أيام إلى خمسة أيام في الدورة العاطفية يصيب الرجل العصبية التوتر المزاجية النكج اللامبالاة إذا كانت الزوجة تجهل هذه الفترة التي تصاحب الرجل أقول هناك مشاكل وخيمة ونتائج خطيرة تقع على هذا الرجل ما المطلوب من هذه الزوجة في الدورة الشهرية؟ طبعا الدورة الشهرية غالبا تصيب الرجال 13-14-15 هجري يا قشتك أش قصدت بالدارة الموضوع بطرحة لذلك إذا عدنا للسنة النبوية والتعاليم الدينية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى صيام الثلاث البيض أو 13-14-15 هجري حتى في موضوع الحجامة من يولي النعمة الحجامة سحب الدم عن طريق السحب الطبيعي يقول لك إتيني 13-14-15 هجري لأن في هذه الفترة القبرية والشهرية يكون ضغط الدم في أعلى درجاته عند الرجل لذلك ما المطالب من المرأة في هذه الفترة؟ المطالب منها أن لا تسأل الرجل عن شيء الرجل في هذه الفترة لا يطيق لا أي كلمة لا مدح ولا ثناء ولا ذنب ولا سلام ولا أي كلمة من الزوجة ولا من أي إنسان عنده لام مبالاة تامة عنده نفور تام عنده عصبية تامة عنده مزاج متقلب تام لذلك نصيحتي للمرأة في هذه الفترة لا تلح على الرجل ماذا فعل لا تلح على الرجل ماذا حصل هناك بعض النساء تقول لهم ما بك يقول لها لا شيء عمليا لا شيء قد يدخل الشك عند الفتاة أن هناك فتاة أخرى أن هناك زوجة أخرى أن هناك حب آخر دخل على قلب الرجل أقول لها حتى تطمئن وحتى تطمئن أخواتنا ليس هناك حب آخر ولا شريك آخر ولا دخيل آخر على قلب الرجل وحبه ما زال كما كان بل زاد حبا ولكن الدورة الشهرية عند الرجل في هذه الفترة لذلك حتى أعطي هذا المجال الحق يعني في الدورة الشهرية أقول للمرأة لا تضغطي للرجل على الرجل ماذا حصل والله صعب المرأة تسكت وما تسأل وما تلحي يعني صراحة هي الأزف الموحي طبع هذا موجود إذا كان من صعوب عليها أن لا تسأل الرجل فيجب عليها أن تتحمل النتائج الوخيمة التي تلقى على رأسها نعم هي متحملة بكل الأحوال أنا لازم كمان أتطرق لي جزئية مهمة دائما اللوم يقع على الزوجة يا دكتور في كل المشاكل لازم تصبري ولازم تسكتي ولازم ما تجادلي ولا تناقشي هل فعليا كل اللوم يقع على الزوجة وهل فعليا لازم دائما هي اللي تمشي وتسكت وتضحي من أجل استمرار هذا الزواج أنا أرفض فكرة التضحية من المرأة أو من الرجل أن تضحي المرأة دائما أنا ضد هذه الفكرة يجب أن يكون هناك تعاون ولكن هذه فكرة سائدة في مجتمعات العربية هذه الفكرة السائدة عند كثير من المجتمعات بحكم العادات والتقاريد نعم ولبما حتى بحكم أن الزوجة حيناً تكون زوجات في بعض المسيطرات على الزوج ويقول لك زي ما هذه قدرت تسيطر أنت يستطيع أن تحافظ عليه ويستطيع أن يجعله يحبك هذا يرجعنا إلى مربع مفهوم اختيار شركة الحياة ما معنى الشراكة الشراكة معنا هي القدرة على التحكم والسيطرة أم هناك تعاون أنا برأي أن شراكة الحياة هي قدرة الزوجين على التعاون وعلى الاشتراك وعلى الانسجام في إدارة الحياة الزوجية إذن كما قلت أن هذه الفكرة سائلة عن كثير من المجتمعات العربية والإسلامية أن المرأة مطالبة أن تضحي المرأة مطالبة أن تصبر المرأة مطالبة أن تسكت لكن أقول هناك بحكم أملي في المحاكمة الشرعية والتحكيم الشرعي أن هناك كثير من الحقوق كثير من الأخطاء التي تكون مبادرة من الرجل نعم إذن هو الجميل صحيح أنا يعني كنت ممسح ما كنت أقولي شي هو يفترض أنه حتى حيانا الزوج يمكن أن يكونوا والذي يشمل بعض طفل في البيت والذي يحاول أنه يحنن الجو يلطف الجو في أزواج يحاول أن يطبخوا ويساعدوا في البيت عمنا نحن نتكلم أيضا عن موضوع أنه الكثير من الأزواج بيفضلوا تأخير إنجاب الأطفال إلى حين التعرف أكثر على الشرك ربما هذا بزيد الشك في نفسية الزوجة يعني كيف يأثر على العلاقة الزوجية أنه حيانا الزوج يدعونه لا يجب أن نأخر الإنجاب أنا أعود مرة أخرى وأقول أن فترة ما بعد الزواج ليس فترة التعرف إذا أردنا أن نربط موضوع الإنجاب والأطفال بموضوع التعرف فترة التعرف كانت ما قبل القطوبة أما هناك موضوع الإنجاب الأطفال قد يتفوت من شخص لآخر من مجتمع لآخر بعض النظريات خاصة يعني الحماب تكون لك بنت تخلف حتى تمسك الرجل أو حتى يمكن يقربوا بينهم أكثر فالبعض يشوفون أنا برأيك قد قلت يعني هذا يتفوت من شخص لآخر بعض الرجال يقول لك أن الإنجاب في فترة مبكرة قد يؤثر على انسجام الحياء الزوجية أو استمتاع كل منهما بالآخر لذلك أنا أنصح المزوجين الجدود ألا يستعجلوا الإنجاب يعني يعيشوا اللحظة كما يقال سنة وثنة وثلاثة استمتوا بعضكم بما أحلى الله عز وجل وأخر الإنجاب سنة وثلاثة وإذا قدر لك الإنجاب الذرية الصالحة فالإنجاب آتين آتين بإن الله عز وجل ولا تستعجل على الأطفال شكرا جزيلا لك دكتور عمران بخيت خبير اجتماعي وأسري على هذا الموضوع اليوم على هذا الطرح شكرا جزيلا أن أعطيك ألف عافية أشكرك جزيلا وأشكرك على هذه اللقاءات أصعد الله صباحكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم الجميع استفادوا من هذه الفقرة لأنه بصراحة الموضوع طويل زوجه وزوجة وإذن الأسرة وعرفة الدورة نعم أيضا المقبلين على الزواج والأهم يكونوا أخذين شوية فكرة عن الموضوع